فارجو تركزوا معايا في الفكرة اللي هقولها دلوقتي انها تساعدنا كتير اول حاجة نفكر فيها هل الوجود اللي احنا عايشين فيه ده موجود فعلا ولا وه يعني فيه ناس فعلا ولا ده وه فيه ارض وفيه كواكب ولا ديه اوهام طبعا لا فيه دائما بنسأل طيب مين اللي اوجدها مين اوجد الحاجات دي فلما حد يقول لي لا جات لوحدها تقول لي اقول لك ازاي تكون حاجة مش موجودة وتجيب نفسها ازاي حاجة مش موجودة وبعدين توجد نفسها هو الواحد يكون موجود الاول وبعدين يعمل حاجات ولا يعمل حاجات قبل ما يقبل موجود فازاي الكون اللي احنا عايشين فيه يوجد نفسه فلازم يبقى فيه كائن اوجد هذا الكون الكائن ده مين اوجده لو فيه حد اوجده يبقى الحد اللي اوجده ده هو الاله والكائن اللي بنتكلم عنه ده مخلوق اذا فيه اله قبل الكائن الاول طب الاله ده مين اوجده برضو هتقول لي لو فيه حد اوجده يبقى ده الاله الحقيقي والوجه الده مخلوق هنقعد نفكر بالطريقة ده لغاية لما نلاقي لابد ان يوجد كائن ازلي ملوش بداية والكائن ده لابد ان يكون عاقل وحي لان الوجود اللي احنا عايشين فيه وجود منظم جدا فمش ممكن يكون اتوجد صدفة او بدون مصمم ديزاينر كيف يوجد الكون بدون موجد له والسؤال التاني الكائن الاول من اوجده الكائن الاول يعني انا اقدر اعرف ان انا وجدت في هذه الحياة لان ليه اب وام وعارف ان ابويا كان ليهم اب وام وامي ليها اب وام طيب هنقعد نرجع كده لغاية لما نلاقي فيه كائن اول الكائن اول احنا عارفين ان اسمه ادم مين اوجد ادم بقى وعارفين ان هو الله مين اوجد الله لو قلنا فيه حد اوجد الله يبقى الحد ده هو الاله الحقيقي طيب الاله الحقيقي ده مين اوجده هنقعد نرجع لغاية لما نلاقي لابد يكون فيه واحد موجود من الاول بدون محد يوجده ومن الاول دي معناها الازل لان لو ليه بداية يبقى لازم حد يكون ابدأه اي شيء له بداية له مبدئ فاذا لابد يكون ملوش بداية وحكاية ملوش بداية مش غريبة عن الفكر البشري لان احنا عندنا خط الارقام ملوش بداية ملوش نهاية اي طفل صغير بدأ يدرس الارقام لو انا عندي في الوسط كيه 0 بعد 0 فيه 1 بعد 1 2 بعد 2 فيه 3 بعد 3 فيه 4 طب لغاية فين هل لغاية 100 طب ما فيه 100 و 1 هل لغاية 1000 طب ما فيه 1000 و 1 هل لغاية مليون فيه مليون و 1 هل مليار مليار و 1 ملهاش نهاية طب قبل الزيرو فيه minus 1 يعني ناقص 1 ناقص 2 ناقص ثلاثة لغاية فين مالا نهاية فخط الأرقام مالوش بداية مالوش نهاية مش كده بس بين واحد واثنين في مالا نهاية من الكسور ما دارش اقول واحد واحد ونص اثنين تمه وممكن واحد ونص دي معناها النص واحد على اثنين طب واحد على ثلاثة واحد على اربعة واحد على خمسة واحد على ستة واحد على مليون واحد على مليار واحد على ملهاش نهاية فإذا الأرقام نفسها بتشرح إن ممكن يكون في حاجة اسمها الأزل اللي هو ملهوش بداية والأبد اللي هو ملهوش نهاية إذا كانت الأرقام كده فكم يكون الإله طيب لو حد سألني مين أوجد الله محدش هل أقدر أجاه بقول الله أوجد نفسه الإجابة غلط لأنه زي هيوجد نفسه هو مش موجود إذن هو كائن كائن موجود منذ الأزل وواجب الوجود واجب الوجود ليه لأنه لو مش موجود يبقى ما فيش أي وجود تاني يعني إيه أنا لو عايز الترابيزة لو ما فيش نجار مش عارف أجيب ترابيزة أنا عايز طبيخ لو ما فيش طباخ مش عارف أجيب طبيخ الكائن الأول قبل الحاجة اللي موجودة أنا عايز عربية لو ما فيش مصنع للعربيات مش عارف أجيب عربية فالصانع قبل المصنوعات ترجمة نانسي قنقر